تعتبر الوقاية من الأزمات القلبية أمراً بالغة الأهمية للحفاظ على صحة القلب والجسم بشكل عام تتضمن هذه النصائح الذهبية أسلوب حياة صحي ومتوازن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية الإجراءات الوقائية يجب أن تكون جزءاً من حياتك اليومية لضمان نتائج أفضل أولاً الالتزام بنظام غذاء صحي يعد أساسياً ابدأ يومك بإفطار غني بالمغذيات فهو يمنحك الطاقة للانطلاق ويفيد جسمك بشكل كبير بالنسبة للغداء شارك طعامك مع من تحب فذلك ينمي الروابط الاجتماعية ويساهم في تحسين الحالة المزاجية أما العشاء فيفضل تجنبه أو تناوله بكميات قليلة ويفضل ألا تكون فيه دهون أو سكريات ثانياً يعتبر تقليل تناول السكر والسمن الصناعي خطوة هامة السكر بالاستخدام المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ورفع مستويات الجلوكوز في الدم مما يزيد من مخاطر أمراض القلب بالمثل السمن الصناعي يحتوي على دهون متحولة ترفع مستوى الكوليسترول الضار الأمر الذي يعتبر خطيراً على صحة القلب ثالثاً قل من تناول الملح والنشويات الإفراط في الملح يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يعتبر عاملاً مسبباً للأزمات القلبية كما أن النشويات قد تساهم في زيادة الوزن وسوء التحكم في نسبة السكر في الدم تناول كميات قليلة مع الاعتماد على الحبوب الكاملة والخضروات الطازجة بدلاً من النشويات المعالجة رابعاً تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة هذه المشروبات تحتوي على كميات عالية من السكر والكافيين مما يسبب ضغطاً كبيراً على القلب والأوعية الدموية شرب الماء والعصائر الطبيعية بدون سكر هي البدائل المثلى للحفاظ على صحة القلب خامساً ممنوع التدخين وممنوع الجلوس مع المدخنين التدخين يعد من أكبر مسببات الأزمات القلبية حيث يسبب تلف الأوعية الدموية وزيادة لزوجة الدم مما يؤدي إلى الجلطات حتى الجلوس بجانب المدخنين يعرضك لخطر الدخان الثانوي الذي لا يقل خطراً عن التدخين المباشر سادساً مارس النشاط البدني بانتظام اصعد على السلالم بدلاً من استخدام الأسانسير فالتمارين البسيطة اليومية مثل صعود السلالم يمكن أن تحسن من اللياقة القلبية والتنفسية الحركة المستمرة بتساعد في تحسين الدورة الدموية والحفاظ على وزن صحي سابعاً اكتشف السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول مبكراً وتحكم فيهم الفحص المنتظم ضروري للكشف المبكر عن هذه الحالات والبدء في إدارتها بشكل فعال التحكم في هذه المسائل الصحية يمكن أن يحول دون تطور مضاعفات خطيرة على القلب وأخيراً اعتني بصحتك النفسية والاجتماعية لا تحقد لا تغضب وحافظ على استقرارك العائلي وحياة زوجية سعيدة الاستقرار والراحة النفسية يلعبان دوراً مهماً في الوقاية من الأزمات القلبية حيث أن الإجهاد النفسي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحة القلب ترجمة نانسي قنقر